وفي قصر كبير في الجنينة بتاعته كان واقف صاحب القصر آدم الشفاعي واقف آدم بكل جبروته قدام بني لبسة فستان اسود رغم ان هي بتبكي وملامح الحزنة على وشها بس ده مش أخفى جمالها ولا شعرها الاسود الطويل رغم ان هي ربطها الناعم كان شكلها جميل بس آدم كان واقف بكل غضبه واقف بكل جبروته اتكلمت البنت وبكاء حرقة وقالت حرام علي بتعمل فيا كده ليه لانا حتى اول مرة شوفك اتجوزتيني ليه عايز تنتقم مني ليه انا عملتلك ايه انا امري ما قزيت حد طول امري في حالي قزيتك في ايه علشان عايز تنتقم مني وتتجوزني بالطريقة دي وكمان تجيبني هنا على بيتك وانا مش فهم حاجة اتكلم آدم بهدوق مخيف وقال لها نصيبك يا حلوة انك بنت القزر ده نصيبك لاسود بقى هرد كل اللي عملوا فيا وفعلتي فيكي هنتقم مني وديكي شفتي ساعة مرميتل قرشين باعي وباع كل حاجة انا هاخد انتقامي منك زي ما انا عايز هخليكي تتمنى الموت ومش تلاقيه هخليكي ما انتيش عارفة اي حاجة بسبب اللي هعمله فيكي علشان اللي ابوكي عمله فيا وفعلتي واللي حرق قلبي عليه خليكي فكرة كل يوم من هنا ورايح هتشوفي الزل والعذاب على ايدي هتشوفي مني وش امرك ما شفتيه في حياتك انا مش هعرف الرحمة معاكي علشان اللي شبهك انتي وابوكي ما لهمش الرحمة لهم الموت زي ما انتو موتوني زمان وحرقت قلبي على اغلى الناس هموتكم بالبطيء وحقرق قلب ابوكي عليكي هرم عليه انا زنبي ايه انت وهو ما بينكم مشاكل بتدخلوه انا فيها ليه هي الرجولة انك تاخد حقك من حد ضعيف حقك من حد ملوش زنبي في الازية حقك من حد ما عملكش حاجة ما تروح له بدل ما كنت تدلو فلوس علشان يجوزني بالطريقة دي روح له خليه عمدك وخد حقك منه ووجهه حلو مشاكلكو بعيد عنه انا ماليش داخل اتعصب ادم جدا اتعصب لدرجة انه مكنش شايف قدامه وقال لها ما هو للأسف اللي انا عايزه ابوكي مش هيعرف يعملهولي انا عايز طفل واسرة بدل اللي حرمني منهم بكل جبروته عايز حقي وحقي علدي وهو مش هيعرف يجيب لي كده فانا هاخدك ازلك وعزبك واجبي لي الطفل اللي انا عايزه وبعد كده هترضك زي ما حرمني من اغلى الناس على قلبي هحرم بنته من اغلى الناس على قلبها شفتي كده هو التعادل واسمعي كويس انت من النهاردة خدامة هنا جوه الاصر واي حد يسألك انت مين قولي انا الخدامة الجديدة قدم بي شفحالي وصعبت علي وشغني لو فتحت بقك بكلمة زيادة جوه همحيك من الوجود سمعه هخلي الكل يعيني تصعب علي من اللي هعمله فيك خدها ودخل الاصر قصر كبير من جوه رغم انه كان كبير بس ما ابهرهاش مسحت دموحها بعد ما حذرها انه مش عايز حد يشوف دموحها وانه قالها انه لسه عاد دموحه كتير دي لسه البدايات دخلت وهو بصوط عالي زلزل القصر قال يا فتحية يا فتحية انت يا زفتة سمع اما ترد ايه؟ ايجت بنت بتجري تقريبا في نفس عمر البنت التاني بس مليانة حبة عنها ايجت وهي خايفة من صوت قادم مين ما يخافش من صوته اللي بزلزل القصر فهو معروف بالجبرون ايجت البنت وهي بتجري وخايفة وقالت نعم يا قدم بيه في ايه؟ في حاجة؟ عايز مني اي حاجة؟ انا بجاهز الغدر بس انت اللي جيت بجدعا معاه ده ايه؟ لوك 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 مش مدياني فرصة تكلم وبعدين سنة عما تيجي قبل كده قلتلك انادي عليكي لو المطبخ بيتحرق جوه تسيبيه وتجيلي لولا ان ابوكي كان راجل طيب ويشتغل معايا السنين اللي فتت كلها ووصاني عليكي قبل ما يموت كتزميني رميكي في الشارع بسبب اهمالك وطبخ اسمع الكلام كويس اللي ورايا دي الشغالة الجديدة هتعمل كل شغل البيه وانتي ما عليكي غير ترق بيها وهتنام في المطبخ على الله اشوفها في قوة من القوة حتى لو قدت في المطبخ على البلاط وانتي لو عملت اي حاجة غير اللي انا قلت عليها صدقيني هقتلك بأيديا يلا غور انتو الاتنين حاضر يا بيه كل اللي تقوله هنفزه رغم ان البنت كانت موجوعة من اللي بيحصل معاه بس بصتله بكبرياء ومشيت مشيت مع الخدامة اللي كانت حزينة من معاملة ادم ليها لولا الحاجة عمرها ما كانت هتشتغل عنها بس ابوها كان دايما بقولها ان ادم طيب بس اللي حصله هو اللي خلايه باب الاسود دي وبعد ما مشه نهد ادم وقال حوريك يا بنت السباع لو ما كنتش انتقم منك على اللي ابوك عمله ما كنش انا ادم الشفع مشيت وراها ودخلت المطق وبعد ما دخلنا لقيتها بالطبطب على كتفي ووقفت وقالتلي وهي حزينة على وضع بس مش بقديها حاجة فهي باين عليها الغلب اكتر مني وقالتلي باين عليكي غلبانة امال ايه اللي وقعت مع ادم باشر ده باين على اخره مني سامحيني يا حبيبتي انا حضطر اعمل كل اللي هو بقول عليه اللي لولا كده هيقطع عيشي ومفيش حد هيرضى يشغلني عنه ماهو اللي بمشيه ادم الشفعي من هنا مفيش حد يقدر يقول له تعالى عنه ماعليش انا اسف والله انا من ساعة ما شفتك حبيتك وكاينك واختي بس انت عارف احنا غلابة وعبد المأمود لازم هو يؤمر واحنا النفس وانا مش عايزا لك اي ضرب باين عليكي كده غلبانة وهو لو عارف انك سعدتيني هيبهدلي علشان كده اللي قالك علينا في تزيب الحاف بس يشوفيلي اي هدمة من عندي من بتاعت الشغل علشان مش علي غير الفستان ده من عناية يا حبيبتي هشوفلك اي عباية من عندي من اللي باشتغل فيه بالاذن هروح اشوفها لك واجه ومشي تلفيني اللي زمها فتحية تروح تجيبلي عباية وانا وقفت في المطبخ واقفة بافتكر حياتي من يوم متولاتي ووعيت عالدنيا لما امي ماتت ما كنتش عارفة ايه اللي بيحصلني ولا بيحصل معايا كده ليه فضلت افتكري نسيت اعرفكم بنفسي انا اسمي حور محمد السباعي عندي خمسة وعشرين سنة اخدت السنوية العامة رغم ان كنت جابة مجموع طيب بس ابويا اعادني علشان اشتغل واصرف عالبيل من يوم ما وعيت عالدنيا وانا عارفة ان امي ميتة وابويا بعملني اوحش معاملة بعملني وكأني خدامة كنت سعايا بحس انه مش ابويا بس انا متأكدا نابويا لاني معرفش حدي غيره كنت دايما بتمنى انه يعملني حلو بس هو عمره معاملته ليه اسيا علشان كده اللي عمله فيي ادم الشفع من شوية كان عادي انه يحصل ما ياما شفت امر من كده انزل ليه لاصحاب المحلات على شغل والمصانع وابوية العمر ولو ما خدش مني الفلوس يبهدني لحد من اسبوع لما ايجالي وقال لي ان في واحد عاوزي تجوزني ولما رفض ضربني وقال لي انه كان بربني علشان اللحظة اللي هيبيعني فيها وبعني لادم الشفع اللي عاوز ينتقل ليه ما عرفش اسبكم بقى واشوف اللي ورايه قبل ما ادم ييجي اما عند ادم كان قاعد في قطه وهو متعصب وبيفتكر في الماضي بيفتكر لحظة مور عيلته وكان متعصب جامد افتكر ادم من عشر سنين لما دخل البيت قصر عمه اللي كان عايش فيه اللي رباه بعد ما ابوه وامه ماته في حدث دخل لقاه هو وامراته ميتيه واما كان لسه بطلع في الروح وامراته كانت فارقة الحياة وبنتهم ملت مش موجودة اتكلم عمه وقال ادم خد حق اعمك وامراته وبنته من محمد السباعي مدير اعمالي خطف ملك من اسبوع وانت مسافر ولما عرفته حاولت ابلغ عنه علشان كان بيتزنه علشان فلوس قتى الملك وبعت لنا جثتها وكمان ايجا النهاردة وقتني انا وامراتي خد حقنا يا ادم اوعى تسيبه مهما حصل عم ما تسيبنيش يا عم انا من غيرك ولا حاجة انا اغيب اسبوع ارجع لاقي كل حاجة تدمرت وعيلتي بخسرها من تاني عم فوقي يا طن فوقي ملك اكيد ما باتتش اكيد للأسف ملك ماتت انا متأكد من كده ودفنتها خد حق ملك حبيبتك خد حق ملك اوعى تسيب حقه اوعى تسيب دي كانت حبيبتك مش كنت بتقول حتتجوزها اخد حق وحق امراتي من محمد السباعي اوعى تسيب حقه فق ادب من شروطه وهو متعصر وبيفتكر لما خسر عائلته للمرة التانية وخسر حبيبته الاولى ملك وبنت عم اللي كانوا امرها شور بس وكان دايما بقول انه هيتجوزها وحاول بعد كده يدور على محمد السباعي بس مش لقاله اي مكان لحد من كم شهر لما عارف انه هو رجع مصر هو وبنته لما كانوا في كرة وما يعرفش بس هم رجعوا بيتهم اللي في القاهرة وقاعدوا فيه وانه عليه فلوس يامل سدد كل الفلوس اللي عليه وعرض عليه فلوس وتجوز بها بنته حور علشان ينتقم منه فيها بس ما يعرفش انه هو اب بالجحود ده وانه هيستخنى عن بنته علشان مصلحته وتنهد وقال حقك حاجيبه يا عم حاجيبه لو من عندي مية حاجيب حقك وحق ابن ملك ملك حبيبتي وحق مراتك ست الطيبة اللي طول عمرها بتعاميني كأني ابنه لحد ما ماتي هجيب حقكم انتو التلاتة وده وعد علي ولحد هنا احلم تابعين في الدنيا دي كلها وانتهت حلقات تفتكروا معاي ايه اللي هيحصل لحور ويا تارا ايه كاية عم وليه محمد السباعي ده قتل علده ويا تارا هينتقم زي ما هو بقول ويا تارا حوزن بها ايه ولا ممكن يعف حب حور متسنية رأيكم في التعليقات وبتمنى ان الحلقة تكون عجباتكم واذا عجباتكم لا تنسوني باللايك ولا اشتركوا في قناة واتفعيل زر الشر اشتركوا في القناة